مساء الخير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكل الجماهير الأهلوية الحضرة معنا حلقة النهاردة والحقيقة يمكن أن أبدأ حلقة النهاردة بشعار المرحلة أنا شايف الحقيقة أنه فيه احتفالات مبكرة طبعا فيه فرحة بالتأهل ما نكرش كلنا فرحانين وخصوصا أنك أنت تخطيت مرحلة صعبة وصلت للنهائي 5 على التوالي أملك في أنك أنت تتحقق إنجاز ممكن يكون الأول في تاريخ القرى تاريخ كورة القدم إنك توصل خمسة نهائية فوز باربعة منهم ده إنجاز ما حقاوش النادي الأهلي نفسه قبل كده لكن أنا عندي كلام كتير مرتبط بالثلاث أسابيع إحنا بالنهاردة بيفصلنا بالتمام والكمال على مواجهة الترجي في النهائي المواجهة الأولى ثلاث أسابيع أرجوكم 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 إياكم ثم إياكم ثم إياكم من الاستسهال أو الاحتفال المبكر المباراة المنتظرة هتكون في غاية الصعوبة والدوافع عند الفرقتين كبيرة جدا والترجي غير أنا عارف إن إحنا في السنوات الأخيرة الحقيقة مش عايزة أقول كعبينة عالي وكعبينة مش عالي إنه كلمة الكعبة دي في كورة القدم بالذات يعني أي رياضة تانية جماعية كانت أو فردية الإمكانيات والفوارق ممكن تكون بتحسب نتيجة المباراة واللقاء قبل ما يبدأ بنسبة 90% استثني من دا دايما كورة القدم كورة القدم مفيش فيها توقعات مفيش فيها موازين محدش يقدر يتوقع نتيجة لقاء مهما كانت الفوارق الكبيرة وأديكم على دا أمثلة كتيرة جدا مع الأهلي ومع غير الأهلي في أفريقيا وفي أوروبا وفي كل حتى في العالم في كاس عالم وهي أكبر بطولة على مستوى المنتخبات في تشامبيونز ليج وهي أكبر بطولة على مستوى الأندية يا ما الناس توقعت للسيتي أن يفوز على تشيلسي وتشيلسي حقق البطولة يا ما الناس توقعت للسيتي أن يفوز على الريال خرج السيتي ويكمل الريال المشوار يا ما الناس توقعت أن أتالنطا يحسم المواجهة قدام أو ليفر بول يحسم المواجهة قدام أتالنطا كمل أتالنطا وخرج ليفر بول فالحقيقة أنه وقريب جدا عندنا في أفريقيا 90% من جمهور الكرة اللي متابعة على البطولة يقول لك سانداونز في النهائي حتى والتراجي كسبان في تونس بنتيجة 1-0 الأغلبية قال لك مش ممكن سانداونز يخرج على أرضه في بريتوريا وقد كان وفعلها التراجي لأنه كبير لأنه فريق الحقيقة عنده شخصية البطل عنده من الدوافع عنده الحقيقة جيل جديد وعنده حارس مارما أكتر من رائع تفرجوا عليه كويس جدا عمل ريكورد عظيم جدا فيه نسخة الحالية من شامبيونز ليك حارس عمره 20 سنة عمل 10 كلين شيت وكان سبب رئيسي في تأهل التراجي قدام سانداونز وكان سبب رئيسي في تأهل التراجي أمام أسك وغيرها من المطشاط هو نجم من نجوم الفريق وعندهم ميجيل كاردوز واحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا جدا والغير من شكل الفريق ورجع هيبة التراجي في هيبة تأكيد مباراة لأن تكون هاينا على الإطلاق ما بين النهاردة وما بين مباراة التراجي ما تنساش أنك عندك مشوار الدوري اللي احنا فيه متأخرين واللي احنا فيه محتاجين نرجع فيه بسرعة وبقوة أربع مواجهات مهمة جدا ممكن تعتبرها جزء من أهميتها أنها مرحلة تحضير حقيقي واحتكاق قوي وتجهيز اللعيبة سواء اللي وسطت لفور معالي أنك تحافظ على ثبات مستواهم أو اللعيبة اللي رجع من الإصابة ومحتاج يعني يكونوا أوراق مهمة حاسمة لها دور في مواجهة التراجي وفي نفس الوقت الصراع على البطولة وحسب على أقل تقدير الدور الأول وانت في صدارة البطولة عشان تضمن المشاركة في بطولة أفريقيا فهم أربع لقاءات في منتهى الأهمية هم دول اللي العين عليهم